بقى صباح اليوم بمدينة الرياض تجمعا متخصصا يضم نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال التشييد والبناء لبحث المواصفات القياسية للخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة وذلك في إطار ورشة العمل التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس والجودة تحت عنوان مواصفات الخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة والاعتماد تحت رعاية معالم محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس والجودة الدكتور سعاد القصبي انعقد بمقر الهيئة بالرياض ورشة عمل بعنوان مواصفات الخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة والاعتماد هذه الورشة تمثل تجمعا متخصصا يضم نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال التشييد والبناء لبحث المواصفات القياسية للخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة الاهتمام حقيقة هو بمصلحة البلد بصفة عامة مصلحة كوطن يعني الخرسانة بتستخدم في المنشآت بجميع أنواعها الاستراتيجية المنشآت المباني السكنية من الجسور والأنفاق من المستودعات المياه والمستودعات التحلية إلى آخر الوقود إذن هي قضية أوسع بكثير وهي تهم حياتنا ومن أهم الأشياء الأساسية فيها أن هذه المنشآت تبنى لحياة طويلة والسبب في ذلك غير المردود الاقتصادي اللي واضح تقريبا أن الخرسانة أيضا في بعض جزئياتها مواد ناظبة يعني ليست متوفرة بالمطلق هذه الورشة تأتي في وقت شهدت فيه المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين نقلة نوعية في التشريعات والمواصفات القياسية الخاصة بتصنيع مواد البناء ممثلة في إصدار واعتماد كود البناء السعودي وفق التوجيهات السامية الجدير بالذكرى أن الهيئة قامت في وقت سابق باحتضان مشروع الكود السعودي للبناء وساهمت بشكل فعال في إقراره كما أن الهيئة بدأت منذ أكثر من سبع سنوات لتبني كافة المواصفات القياسية المعتمدة ضمن كود البناء الخرساني والتي صدرت أغلبها عن الجمعية الأمريكية لالاختبارات والمواد بكل تأكيد الخرسانة الجاهزة أو الخرسانة هي مادة البناء الأساسية ما هو بس في المملكة في المملكة الخليج عالميا وجودة الخرسانة هي الأساس لجودة المنشآت الخرسانية مباني جسور جميع أنواع المنشآت لذلك عملية الارتقاء بجودة الخرسانة تطلب وجود مواصفات تحكم الجودة ويقوم الناس بالتأكيد على جودة الخرسانة وموادها من خلال هذه المواصفات لذلك هذه الورشة هي فرصة لجمع المهتمين بموضوع الخرسانة وصناعة الخرسانة من القطاعات المختلفة المصنعين المستخدمين الباحثين المهتمين المهندسين الاستشاريين مع بعض لمراجعة المواصفات لا على المواصفات اقتراح التعديلات المناسبة عليها بحيث أنه يكون مستقبلا أنه عندنا مواصفات متفق عليها تطبق للارتقاء بصناعة الخرسانة الجاهزة ويتطلع المتخصصون من هذا التجمع إلى الخروج بآليات محددة وواضحة لإقرار وتحديد المواصفات القياسية السعودية بما يتماشى مع التوجيهات العالمية ويدعم جهود هيئة المواصفات والجهات المعنية في تفعيل ما اشتمل عليه المشروع الوطني لكود البناء السعودي وتوفير البنية التشريعية الصلبة لدعم قطاع التشييد والبناء وتوفير السلامة والأمان اللازمين للمواطنين والمقيمين بالمملكة يشار إلى أن هيئة المواصفات لها جهود حثيثة في تدعيم قطاع التشييد والبناء في المملكة من خلال هذه الورشة والتي جاءت بعد انتهائها مؤخرا من ورشة حديد التسليح ومساهمتها الفعالة في الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الثانية من خلال تحديث مواصفات ومنتجات العزل الحراري إذ أقرت الهيئة اللائحة الفنية الملزمة لتقييم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية إضافة إلى ثلاثة عشر لائحة فنية ملزمة على نحو عشر مواد متخصصة في العزل الحراري وغيرها من القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بقطاع التشييد والبناء عبدالعزيز الموينع الاقتصادية السعودية الرياضة